اشتركوا في القناة وموضوع درسنا هو حل تدريبات الفصل الثاني في صفحة سبعين وواحد وسبعين أعدى الدرس ويقدمه محدثكم ناصر عني سنتعلم اليوم إتقان المفاهيم وإتقان حل المسائل وسنحن بإذن الله تعالى الأسئلة 30 31 32 34 35 36 39 40 42 55 في الصفحات سبعين وواحد وسبعين تدريب رقم 30 ما الخواصة التي تسمح باستعمال تفاعلات الأكسدة والاختزال في توليد التيار الكهربائي؟ يعني خاصية موجودة هنا وهنا في الأكسدة والاختزال يعني خاصية موجودة في الأكسدة وخاصية موجودة في الاختزال ولا يحتل الأكسدة والاختزال إلا بهما نعم ممتاز هي حركة انتقال الالكترونات حيث أن هناك نصف أكسدة ونصف اختزال فيحدث في نصف الأكسدة فقد الالكترونات ويحصل في الاختزال كسب هذه الالكترونات التي تم فقدها إذن الحل هو انتقال الالكترونات بين الذرات بحيث يحصل في الأكسدة فقد للالكترونات وفي الإختزال كسب لهذه الإلكترونات وهذه الخاصية مشتركة بين تفاعل الأكسدا والإختزال ويجعل تفاعل الأكسدا والإختزال مترافقين تديب رقم 31 صف العملية التي تنتج الإلكترونات في الخلية الجلفانية خارسين نحاس سنجيب بشكل عام ثم نجيب بشكل خاص على هذه الخلية بشكل عام أين يتم إنتاج الإلكترونات؟ هل في تفاعل الأكسدا أم في تفاعل الاختزال؟ نعم يتم إنتاج الإلكترونات من خلال تفاعل الأكسدا حيث تقوم الذرات بفقد الإلكترونات وكما يحصل في الخلية الجلفانية الموضحة أمامنا فإن الخارسي يفقد ذراته إلكترونات وتتركها على القطب والذر الذي تفقد الإلكترونات تتحول إلى آيونات في المحلول إذن في عملية الخلية الجلفانية هذه الذي يفقد الإلكترونات هو قطب الخارسي ويتحول إلى آيونات النحاس تاركة الذرات الإلكترونات على القطب ومن ثم تصعد وتتجه إلى القطب الآخر الذي يحدث عنده كسب الإلكترونات إذن عملية تأكسد الخارسي من درات الخارسي الموجودة على القطب وتتحول إلى آيونات الخارسي الموجودة في المحلول يعني تتحول من القطب إلى الخارسي من القطب إلى المحلول يعني عملية الأكسدة يتم تحول الآيونات من القطب إلى المحلول ويتم عكسها في الاختزال حيث تتحول الآيونات بعد ما تكتسب الالكترونات إلى ذرات على القطب تدي برقم 32 ما وظيفة القنطرة الملحية في الخلية الجلفانية؟ ما هي وظيفة القنطرة الملحية في الخلية الجلفانية؟ طبعاً لا وظيفتين مهمتين في الخلية الجلفانية نعم نعم ممتاز هو أنها تكمل الدائرة من الأسفل يعني الدائرة الكهربائية في الخلية الجلفانية مكملة من الأعلى عن طريق الأسلاك عن طريق الأسلاك ومكملة من الأسفل عن طريق القنطرة الملحية توصل بين المحلولين القنطرة الملحية توصل بين المحلولين ممتاز إذن وظيفة الأولى أنها تكمل الدائرة الكهربائية عن طريق المحلولين هذه الفائدة الأولى والفائدة الثانية والوظيفة الثانية ممتاز والوظيفة الثانية هي منع تكدس الأيونات في وعاء الخلية الجلفانية فتسمح بانتقال الأيونات بين الوعين بحيث لا يصبح هناك زيادة في شحنة ما في أحد الأنصاف مما يؤدي لتوقف الخلية إذن نقول الوظيفة الأولى تكمل الدائرة الكهربائية عن طريق المحالين والوظيفة الثانية تمنع تكدس الشحنات الموجبة والسالبة في أنصاف الخلايا وتسمى هذه العملية التي تمنع تكدس الشحنات الموجبة والسالبة في أنصاف الخلايا الاستقطاب يعني القنطر المحية تمنع استقطاب الخلية ما المقصود باستقطاب الخلية هي أن تتكدس الشحنات في أنصاف الخلايا في وعاء التفاعل على اليمين وعلى اليسار تدريب رقم 34 في الخلية الجلفانية الممثلة بالرمز التالي AL موجب 3 CU موجب 2 CU ما الذي يتأكسد وما الذي يختزل عندما يمر التيار في الخلية يعني لو اعتبرنا هذه خلية جلفانية تلقائية وتم الرمز لها بهذا الرمز فمن الذي سيتأكسد ومن الذي سيختزل طبعا نعرف أن من خلال رمز الخلية أن الخطين المتوازيين عمودين المقصود بهما القنطرة الملحية والأسلاك ممتاز ثم ما على يسارها نعم القطب الذي يحدث عنده أكسد مع محملوله وما على يمينها نعم هو القطب الذي يحدث عنده اختزال ومحملوله دائما في أي رمز الخلية ما على اليسار نعم هو قطب الخلية ومحلوله وما على اليمين طبعا أكسدة وما على يمين خطين العموديين هو قطب الاختزال ومحلول الاختزال إذن الذي سيتأكسد هو الألمنيوم A-L والذي يختزل هو السيو إذن نقول A-L يتم أكسدته والسيو يتم اختزاله يتم اختزاله فيتحول A-L إلى آيونات الألمنيوم ويتتحول آيونات الألمنيوم إلى السيو ويأتي اختزال عنده السيو تدريب رقم 35 عند أي الظروف يتم قياس جهود الاختزال القياسية؟ يعني ما هي الظروف التي يتم قياس عندها جهود الاختزال القياسي للعناصر؟ نعم هي ثلاثة شروط أو ثلاث ظروف نعم ممتاز أولاً أن تركيز المحلول نعم واحد مولار ممتاز أن تركيز المحلول واحد مولار اثنين نعم درجة الحرارة 25 درجة مياوية ويقصد بها نعم درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة إذن الظروف القياسية هي في المحالي الأيونية عنده واحد مولار كتركيز 25 درجة مياوية والضغط واحد أتم أو واحد ضغط جوي واحد ضغط جوي إذن الظروف القياسية المحالي الأيونية هي واحد مولار للتركيز المحالي 25 درجة مياوية وسلسيوس والضغط الجوي مقداره واحد واحد أتم هذه هي الظروف القياسية فما نقرأه عن الجهود القياسية الاختزاء الموجودة في السلسلة مقيسة عند هذه الظروف مقيسة عند هذه الظروف تدريب رقم 36 حدد كل من الفلز الذي تأكسده والكثد في الشكل 224 الذي تجدونها على الأسفل على اليسار هنا طبعا نحن نعرف الكثد والأنود أو الذي تأكسد أو الذي يختزل من خلال عدة خطوات أو من خلال عدة أشياء أول شيء سنأخذه الآن وسنجلها عندك حتى ما تنساها أن نعطى فقط رسم الخلية فقط رسم الخلية فقط بدون ما نعطى أي معلومة أخرى رسم الخلية فقط في هذه الحالة الذي يحدد الكثد والأنود فعلا هو الرسم هو الرسم وستجد في الرسم ما يدلك على الكثد وما يدلك على الأند ما يدلك على المهبط والمصعد طيب هنا أين اتجاه التيار من أي قطب إلى أي قطب من اليسار إلى اليمين أم من اليمين إلى اليسار نعم ممتاز لاحظنا اتجاه التيار عبر الأسهم هو أنت الالكترونات تدفق من هذا القطب الذي على اليسار إلى هذا القطب الذي على اليمين والقطب الذي على اليسار هو الزد إن والقطب الذي على اليمين هو السيو إذن عند الزد سيحصل نعم سيحصل أكسد وهو آنت وعند القطب الذي على اليمين السيو الذي اتجهت له إلكترونات لاحظت تجاه إلكترونات سيحصل عنده اختزال وهو كثل دائما هكذا لكن ما هي المعلومة التي بنيت عليها هذا الحل هي رسمة فقط للخلية هي الرسمة فقط للخلية بدون معلومات أخرى لما أعطى رسم الخلية فقط الذي وضح الكثد والآند هو اتجاه التيار فنلاحظ ان اتجاه التيار من اليسار إلى اليمين إذن من على اليسار هو قطب الذي حصل عنده أكسدة والذي على اليمين هو الذي حصل عنده اختزال القطب الذي على اليسار هو المصعد والذي على اليمين هو الكثد المصعد طبعا أو الأند والذي على اليمين هو الكثوت أو الذي حصل عنده اختزال أو المهبط إذا نقول الحل أن الزد إن حصل عنده أكسدا فيعطيني زد إن موجب اثنين من القطب إلى المحلول والانتقال من صفر إلى موجب اثنين يعني إلكترونين والسي يو سينتقل من المحلول ويحصل عنده تأكسد أو أند عند الزد إن يحصل عنده تأكسد أو هو اسمه أند أما عند السي يو فإن السي يو موجب اثنين سيأخذ الالكترونات من القادمة من الأند ويترسب على شكل السي يو على القطب وبالتالي نحصل عنده اختزال فنقول عنه أنه كثد وحصل عنده اختزال إذا مرة أخرى الأند هو من حصل عنده تأكسد والكثد هو من حصل عنده اختزال وهذه الخطوة الأولى لمعرفة المهبط والمصعد أو الأند والكثد من خلال الرسم فقط من خلال الرسم فقط كما هو في تدريب ستة وثلاثين أو سؤال ستة وثلاثين تدريب سبعة وثلاثين استعمل جدول اثنين واحد في كتابة رمز الخلية القياسية لكل نصف خلية مما يأتي وموصلة بقطب الهيدروجين القياسي زد إن زد إن موجب اثنين واحد مولار طبعا دائما ما يعطى جهود الاختزال دائما ما تعطى على أنها جهود اختزال تمام نعود إلى نعود إلى الجدول الجدول اثنين واحد فنجد أن طبعا قبل كم الجهد القياسي له ممتاز صفر معروف لأنه هو الميزان الذي نزيم به العناصر الأخرى فالقطب الهيدروجين القياسي صفر ممتاز وزد إن نعم زد إن قيمته سالب 76 من 100 زد إن سالب 76 من 100 لاحظ هنا السؤال ليس من الجواب ليس من الرسمة كما السؤال السابق هذا من الطريقة الثانية اللي لما تعطى جهود الاختزال لما نعطى جهود الاختزال كما في هذا السؤال معروف أن الهيدروجين صفر ويقول لي ارجع على الجدول واستعم به إذن أذهب وآتي بقطب الخارسين أرى كم الجهد القياسي له الاختزال فأجد إنه سالب 76 من 100 من الأعلى الأعلى الهيدروجين ممتاز إذن عندما نضع قطب الخارسين مع قطب الهيدروجين سنقول أن قطب الهيدروجين أعلى جهدا لأنه صفر من الخارسين لأنه سالب 76 من 100 فولت إذن سيحصل عند قطب الهيدروجين لأنه الأعلى اختزال وسيحصل عند قطب الخارسين أكسد لأنه أقل في جهد الاختزال هذه الطريقة الثانية لمعرفة من يحصل عنده أكسد ومن يحصل عنده اختزال من كثد من أند هو أن نرجع إلى جهود جهود الاختزال القياسية ونقارن الأكبر سيصبح كثد والأقل سيصبح أند كما معنا هنا فعندما نرمز لهذه الخلية عندما نرمز لهذه الخلية لذلك عرفنا فيها أن الزد إن هو الذي سيحصل عنده أكسد والهيدروجين هو الذي سيحصل عنده اختزال سنجد أن الزد إن سيتحول إلى زد إن موجب اثنين ونضع الخط بينهما ونضع الخطين الخاصة بالقانطر الملحية ثم أن الزد إن دائما يتحول من H موجب إلى H2 ونضع بينهما خط ويكون هذا هو رمز الخلية هذا هو رمز الخلية هذا هو رمز الخلية لأنه زد إن صحيح هنا أنه اختزال لكنه لما قارننا جهد اختزاله مع جهد اختزال الهيدروجين وجدنا أن الهيدروجين أكبر منه لأنه صفر والخارصين جهد اختزاله سالب 76% إذن الهيدروجين سيصبح قطب اختزال بينما الهيدروجين قطب اختزال والخارصين قطب أكسدة يعني عند الخارصين سيصبح الخارصين أند وسيصبح الهيدروجين كثت بقى نفس السؤال استعمل جهد واثنين واحد في كتابة رمز الخلية القياسية لكل نصف خلية مما يأتي ومصلها بقطب الهيدروجين طبعا قطب الهيدروجين عرفنا قبل قليل صفر الآن عندنا الزئبق عندما يتحول من زئبق ثناء إلى زئبق أحادي ستكون قيمة الجهد القياسي له موجب 85% موجب 85% إذن الجهد القياسي لقطب الزئبق هو موجب 85% من الأكبر؟ نعم الزئبق إذن عند الزئبق سيحصل نعم سيحصل اختزال وعند الهيدروجين سيحصل أكسدة إذن الزئبق سيكون على اليمين والهيدروجين سيكون على اليسار كما سنرى في رمز الخلية لاحظ الهيدروجين تحول من H2 إلى H موجب والزئبق حول من H2 موجب 2 إلى H من HG موجب 2 إلى HG إذن هنا حصل اختزال لأن الجهد القياسي لقطب الزئبق موجب 85% فهو أعلى من هيدروجين الذي هو صفر وبالتالي سيحصل عند الهيدروجين أكسدة ويصبح أند ويحصل عند الزئبق اختزال ويصبح كثد ويصبح كثد تدريب رقم 40 اكتب معادلة كيميائية موزونة لكل ترميز يمثل خلايا القياسية التآتية طبعا I سالم مع I2 ثم رمز القانطر الملحية يعطينا F-E موجب 3 مع F-E موجب 2 إذن I سالم نعم سيتحول ل I2 ويحصل عنده نعم يحصل عنده أكسدة يعني فقد الإلكترونات بينما F-E موجب 3 وال F-E موجب 2 سيحصل عنده اختزال إذن نكتب هذا على شكل تفاعل نصف تفاعل اختزال وهذا على شكل نصف تفاعل أكسدة ثم نجمع التفاعلين بعد ما نساوي نعم بعد ما نساوي عدد الإلكترونات بينات تفاعلين إذن نقول 2I سالم زائد 2F-E موجب 3 تعطيني طبعا لأنه هنا سينتقل من صفر إلى من سالب 1 إلى صفر إلكترون 1 يعطيني I2 زائد 2F-E موجب 2 2F-E موجب 2 هذا هو التفاعل الموزون لاحظوا الثنين هذه ليست الإلكترونات الثنين هذه لوزن I أما هذه الثنين فهي لوزن الإلكترونات لأن ما يفقد هنا الثنين بينما ما يفقد هنا الثنين من كل ذرة ستكتسب ستفقد واحد أما هنا فكل ذرة ستكتسب واحد لابد نضرب في الثنين حتى يكون عدد الإلكترونيات المكتسبة متساوي بين تفاعل أكسل وتفاعل الإختزال أما الثنين هذه فهي لموازنة درات اليود فهنا ضربنا في الثنين لموازنة درات اليود أما الثنين هذه والثنين هذه فما يكتسب هو إلكترون واحد وما يفقد إلكترونين فضربنا هنا في الثنين لمساواة عدد إلكترونيات المقودة مع المكتسبة أكتب معادلة كيميائية موزونة لكل ترميز يمثل خلايا القياسية الآتية طبعا ما على اليسار كما قلنا هذا الرمز الآن ما على اليسار يحصل فيه نعم يحصل فيه نعم أكسى ذا فقد إلكترونيات أما الأي جي موجب فيتحول إلى أي جي وما يكتسب كم إلكترون هنا من موجب واحد إلى صفر إلكترون واحد فلذلك لابد أن نضرب الأي جي في اثنين لمساواة عدد الإلكترونات المفقودة مع المكتسبة فنقول س زائد أي جي موجب اثنين أي جي موجب واحد ونضرب في اثنين لمساواة الإلكترونات قلنا هنا صفر موجب اثنين لإلكترون المفقودة وهنا موجب واحد صفر إلكترون واحد مكتسب إذن لا بد هنا نضرب في اثنين لمساواة عدد الإلكترونات ستعطيني أس إن موجب اثنين زائد تو أي جي وضربنا هنا في اثنين قلنا حتى نساوي عدد الإلكترونات المفقودة مع عدد إلكترونات المكتسبة لأن الاس ان سيفقد إلكترونين بينما الاي جي موجب يكتسب إلكترون واحد ولذلك ضربنا في اثنين لمساواة عدد إلكترونات المفقودة مع المكتسبة تدريب رقم اثنين واربعين احسب جهد الخلية لكل من الخلايا الجلفانية الآتية إذا كانت جهود الاختزال القياسية تساوي طبعا هذا السؤال في معلومتين كما تذكرون كيف نحدد الأكسد والاختزال كل من المرة الماضية إما إذا أعطاني الرسم فقط فالذي يتجه منه يعني يخرج منه الالكترونات هو الأند والذي تذهب إليه الالكترونات هو الكثد الطريقة الثانية هي ما سبق أن يعطيني جهود الاختزال الطريقة الثالثة أن يعطيني معادلة وجهود الاختزال هنا لاحظ معادلة وجهود الاختزال هنا أعرف القطب الذي تأكسد والقطب الذي اختزل أو الأند والكثد من خلال المعادلة وليس من خلال الجهود من خلال المعادلة وليس من خلال الجهود يعني إذا أعطيت معادلة فهي التي ستتحكم في الأند والكثد حتى لو عندي جهود ما أنظر للجهود أنظر للمعادلة ولو عندي رسمة وعندي معادلة فإني أنظر إلى الرسمة عفوا أنظر إلى المعادلة مرة أخرى إذا عندي معادلة ورسمة أنظر للمعادلة وإذا عندي معادلة وجهود أنظر للمعادلة حتى أحدد من الذي حصل له أكسده من الذي حصل له اختزال حتى أستطيع أن أطبق القانون طيب سنحدد الآن من الذي حصل له أكسده من الذي حصل له اختزال الـ AG كم عدل أكسده هنا ممتاز موجب واحد حلو ممتاز موجب واحد وهنا صفر ممتاز انتقل من موجب واحد الفضين منتقل من موجب واحد إلى صفر حصل أكسده مختزال زاد عدل أكسده ناقص عدل أكسده ناقص إذا العملية عند الـ AG اختزال ممتاز اختزال إذن القطب الذي حصل عليه اختزال هو الـ AG والذي حصل عليه أكسده هو الرصاص وللتأكد الرصاص هنا صفر وهنا موجب اثنين زاد عدل الأكسده إذن حصل عند الرصاص أكسده إذن نعرف انه الـ AG الآن هذا قطب الاختزال والرصاص هو قطب الأكسده طيب القاعدة ماذا تقول في حساب الجهد؟ ممتاز في حساب الجهد تقول القاعدة الجهد القياسي للخلية يساوي جهد الكثد مطروحا منه جهد الأند أو جهد الاختزال القياسي مطروحا منه جهد الاختزال القياسي مطروحا للكثد مطروحا منه جهد الاختزال القياسي اللي الآن هو حصل عنده أكسده أنصاف التفاعلات نكتبها الـ AG طبعا حصل عنده اختزال إذن AG زائد 1 إلكترون يعطيني AG والرصاص PP يعطيني PP موجب 2 زائد 2 إلكترون لأن التحرك من صفر إلى هاتين بينما الـ AG تحرك من موجب 1 إلى صفر إذن نقول AG زائد 1 إلكترون يعطيني AG هذا نصف تفاعل الاختزال والرصاص من PP إلى PP زائد 2 إلكترون نساوي إلكترونات نضرب التفاعل أول في إثنين حتى نساوي عدد الإلكترونات أما حساب الجهد القياسي الخلية يساوي الجهد القياسي الخلية يساوي جهد قياسي الاختزال مطروحا منه جهد القياسي للأكسده جهد القياسي للكثد مطروحا منه جهد القياسي للأنود طبعا إحنا قلنا أنه اللي حصل عنده اختزال هو الـ AG إذن هو الـ الأول وللتأكسد هو الرصاص إذن الـ AG هو الكثد والرصاص هو الأند نعوض عن كل واحد بجهد اختزال الذي أعطينا فجهد اختزال للـ AG هو موجب 7996 من 10 ألاف والجهد القياسي للتأكسد هو 1262 من 10 ألاف فطبعا لاحظ السالب في السالب وهذا كثيرا ما يتم الخطأ فيها سالب في سالب موجب هذه كثيرا ما يتم الخطأ فيها ينسى السالب هذا مع السرعة والاستعجال ينسى هذا السالب لكن نؤكد عليها سالب في سالب تعطيني موجب إذن أجمع الرقمين يطلع الجواب 9258 من 10 ألاف الجهد القياسي طلع بالموجب هل هي تلقائية ولا غير تلقائية تلقائية بما أن الجهد طلع بالموجب إذن الخلية هذه خلية تلقائية وتحدث كما هو مكتوبة تحدث كما هو مكتوب التدريب رقم 42 أحسب جهد الخلية لكل من الخلايا الجلفانية نفس السؤال وعطانا الجهود طبعا لن ننظر للجهود سنراحظ المنجنيز كم عدل أكسدة هنا ممتاز صفر كم عدل أكسدة هنا موجب 2 إذن انتقل من صفر إلى موجب 2 ماذا حصل لعدل أكسدة ممتاز زاد عدل أكسدة إذن العملية أكسدة إذن المنجنيز هو قطب الأكسدة طبعا تأكد النيكل من موجب 2 إلى صفر نقص عدل أكسدة إذن هذا هو قطب الاختزال ما ناظرت للجهود من المعادلة ما دام عندي معادلة هي التي تتحكم في لي إذن نقول أنه حصل على المنجنيز فقط لإلكترونين فنقول أنه جهد والاختزال بالنسبة للنيكل انتقل من موجب 2 إلى صفر يعني كسب نصف تفاعل اكتزال بينما المنجنيز 2 لكن لاحظوا هنا أيضا 2 إلكترون عفوا بس نعدل الرقم نعدل الرقم هنا الرقم هنا 2 وليس 1 2 وليس 1 لأنه انتقل من موجب 2 إلى صفر ننتقل من موجب 2 إلى صفر فالرقم هنا 2 عدد الالكترونيات متساوي إذن هذا نصف تفاعل الأكسدة وهذا نصف تفاعل اكتزال جهد الخلية يحسب جهد الاختزال ناقص جهد الأكسدة نعوض عن جهد الاختزال اللي هو للنيكل طبعا النيكل 257 من ألف لكنها بالسالب والأكسدة سالب 1.185 من ألف نعوض عنهما إذن سالب 257 من ألف مطروحا منها سالب 1.125 من ألف سالب في سالب نعم موجب سالب في سالب موجب إذن يطلع في النهاية الجواب 928 من ألف فولت وبالموجب لأن سالب في سالب قلنا موجب فعلامة الموجب أكبر إذن هذه الخلية تلقائية هذه الخلية أيضا تلقائية لأنها بالموجب جهدها بالموجب تدريب رقم 55 كيف يمكن عكس تفاعل أكسدة والاختزال التلقائي لخلية جلفانية يعني إذا كان عندنا خلية جلفانية والقطب اللي حصل عنده أكسدة أبغى يصير عنده اختزال والقطب اللي عنده اختزال أبغى يصير عنده أكسدة يعني يبقى عكس التفاعل ماذا أعمل؟ ممتاز أمرر على الخلية أنا نفسي أمرر على الخلية تيار كهربائي من الخارج تيار كهربائي من الخارج يعني وصل الخلية بتيار كهربائي من الخارج جهده أكبر من جهد هذه الخلية إذن أقول يتم ذلك عن طريق تمرير تيار كهربائي من خارج الخلية جهده أعلى من الجهد أعلى من الجهد القياسي للخلية الجلفانية تيار من الخارج جهده أعلى من جهد الخلية هذه الخلية التركائية فينعكس يصبح الأند كثت والكثت أند كما أريد انتهى الدرس أتمنى لكم الفائدة تستطيعون التواصل والمزيد من الدروس عبر العناوين الظاهرة أمامكم أراكم في درس قادم بإذن الله